لعلنا نبدأ بأعمال الحاج ماذا يعمل؟ الحاج في أيام التشريق الحجاج لهم عملان في أيام التشريق أو واجبان طبعا الأعمال الأخرى المستحبة سيأتي ذكرها للحاج وغير الحاج لكن نذكر الآن الواجب على الحاج في أيام التشريق يوم الحاج عشر يوم القر ويوم الثاني عشر يوم النفر الأول يسمى ويوم الثالث عشر يوم النفر الثاني وهذه الأيام الثلاثة فيها عملان بالنسبة للحاج العمل الأول وهو واجب باتفاق العلماء وهو رمي الجمار رمي الجمار الجمرة الأولى الصغرة التي تلي مسجد الخيف القريبة من ميناء ثم الوسطى ثم الأخيرة التي القريبة من مكة أو من الحرام وهذه الثلاثة الجمارات ترمى كل واحدة منها بسبب حصيات يعني على التفصيل لمن تعجل يرمي واحد وعشرين حصات في اليوم الحادي عشر واحدة وعشرين أيضا حصات في اليوم الثاني عشر ولمن تأخر يرمي أيضا احدة وعشرين في اليوم الثالث عشر وهذا المجموع الرمي كله واجب في اتفاق العلماء ومن تركه من ترك رمي جمرة أو أكثر قال العلماء إما يوم أو رمي يعني أحد الجمار الثلاث فإن في قول أكثر العلماء عليه نسك دم لأنه ترك واجبا ومن العلماء من قال إذا ترك حصاتا أو حصاتين كما ذكر الإمام بن قدامى عن الإمام أحمد رحمه وقال الظاهر من كلام أحمد أن من ترك حصاتا أو حصاتين فلا حرج عليه يعني أنه المقصود العبادة الغالبة العامة أن تأتي على الوجه الشرعي الواجب الثاني ولعله إذا كان هناك وقته ومتسع في الحلقة نفصل في موضوع رمي الجمار وطريقة الرمي وما يشرع فيها أيضا من عمل العمل الثاني المبيت في ميناء وهذا واجب أيضا هذا الواجب الثاني في أيام التشريق يعني على الحجاج أن يبيته في ميناء ليلة الحادي عشر واجب وليلة الثاني عشر للمتعجل وليلة الثالث عشر للمتأخر هذا واجب عند جمهور الفقهة ومن العلماء من قال إنه غير واجب وأنه سنة وهذا قول في مذهب الحنفية وقول للشافعية أيضا واستدلوا على ذلك بحديث بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم حين استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيته في مكة من أجل سقايته ليالي منه فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم قالوا ولو كان واجبا لم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم لكن جمهور الفقهة على أنه واجب أن المبيت في ميناء هذه الليالي واجب والدليل أنه قال في الحديث رخصا والرخصة لا تأتي إلا بعد عزيمة وبعد واجب وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقول جمهور أهل العلم هو الأحواط أن يبيت الإنسان في ميناء هذه الليالي إذا تيسر له المكان أما لو كان مثلا مكانه كما في بعض المخيمات الموجودة الآن في خارج ميناء كما يعني بعض المخيمات يعني ممتدة وخارج عن ميناء فهذا لا حرج عليه أن يبيت في المكان الذي في المكان الذي تيسر له سواء كان على حدود ميناء أو في مكان آخر إذا لم يجد مكانا أو متسعا في ميناء هذه أعمال الحاج